طيب لستيز محمد أصمان المحامي الكبير نقيب محامي الشرق سابقاً والمستشار القانوني لنا دلاله أستاذ محمد أهلاً بيك مساء الخير يا أستاذ إبراهيم على حضرتك وعلى مشاهديناك الكرام وعلى تشموه أندس عدي بنحتاجك كتير أنت مش عارف ليلي ومين دول أنا تحت أمرك وتحت أمر النبي ده ربنا خليك قولي إيه جديد في السياق القانوني يعني هو قبل ما أتكلم عن الجديد أنا بس أستعرض سريعاً أن إحنا في ذات السياق في ما تم ترويجه من أكاذيب ومن ثب وشتائم بيراها ويسمعها الملايين دي حملة ممتبة تقريباً لها سنتين أو بدأت من حوالي سنتين النادي الأهلي في البداية ترفع ولم ينزلق ويرد على هذه المحاطرات طبعاً تقديراً من النادي لجمائيره والإقدارته والقيمته ثم الأمور زادت لما زادت عن الحد قبل ما الأهلي يتقدم بأي بلغات رسمية للجهاد خاطب رئيس مجلس النواب بهذا الشأن وأيضاً معالي دولة رئيس الأزراء وأيضاً وزير الشباب والرياضة ثم تقدم بشكاوى للجهاد المعنية والمختصة بشأن الرياضة اللجنة الأولمبية لجنة الانضباط اتحاد الكرة المصري وهذه الإجراءات اللي احنا اتخذناها للأسف الشديد حتى الآن لم يزدر قرار واضح وصريح فأياً منه ومع ذلك أنا لسه كنت أعلم لحضرتك السيد محمد ماذا تم بشأن هذه الشكاوى وإيه طرق المتابعة اللي احنا بنعملها يعني هذه الشكاوى حاستوكناها جميعاً وتقدمنا لها بكل الاستوانات المدمجة اللي فيها وقائع السبد والإهانة والقصف والتشهير وكل هذه التفاصيل آآ إلى أن جميع الجهات التي تقدمنا لها بهذه الإجراءات آياً منها حتى الآن لم تصدر قرار للأسف الشديد حتى الآن بما فيها لجنة الانضباط في اتحاد الكرة آآ لجنة الانضباط آآ في اتحاد الكرة أصدرت قرار آآ 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 اولي ثم آآ تم التظلم منه وهذا التظلم ما زال منه نتمنى من اللجنة تشكيلها الجديد آآ إن هي تنظر في هذه الأمور خاصة أن إحنا الإسبوع الثائد أيضاً بمناسبة آآ ما حدث في مباراة آآ كأس السوبر آآ الناج الأهلي أيضاً تقدم بشكوى جديدة لللجنة لم تنظر حتى الآن طب أنا هفكرك وفكر سيد المشاهدين بتأكيد المستشار سيد البندير المستشار الجليل وعندما ترأس لجنة الانضباط في اتحاد الكرة كان مع الأستاذ أحمد موسى على التليفون واتكلم بوضوح على منهجية عمل هذه اللجنة ولعل الظرف مناسب للتسكير طابع معانا محمد بيه نعم طابع معانا دلوقتي عاتشوف أو في مسؤول نادي أو مدير كورة أو مدرب أو خرج عن الزوق العام أو الأخلاق أو الانضباط العام بيتتعاملوا معاه بيتتعاملوا معاه بصها عامل بيه يا أحمد بيه انت عصدك ايه لأ أنا بتكلم شكل عام لأ أنا بتكلم بكل حاجة أنا بتكلم بشكل عام طب لا أواشا أي عنصر من عناصر اللي بما فيها مجالس إدارات الانضباط بما فيها مجالس إدارات الانضباط يا فندم والمنظمين كله يعني بصها داك كل عناصر كل من له تدخل الانضباط وعداء مجالس إداراتها وكل عناصر اللاعة طيب اللاعة اللي بتعدوها يا فندم هل يعني بتشوفوا مثلا لوائح دول أخرى بنعتمد على إيه ما لازم خلالك أنا جب اللايحة بتاعت البيضة واللاحة الكاف ولازم رأي هذه اللوايح واحنا بنحط اللايحة الانضباطية احنا مش بمعزل عنده نخد بالحركة بالنسبة للاتحاد بكرة بالبنات فيه له وضع خاص البيضة والمحكمة منجب للتحاد الدول للتحاد الإفريقي لازم لازم ناشوف الكلام ده عشان أتوافق معاه مش هعمل حاجة بمعزل عنهم أو فيها مخالفة لحاجة عندهم فإن تطلع قراراتي أنا مش مضبوطة أنا هترجم حضرتك اللايحة اللايحة الانضباط بتاعت الاتحاد الاتحاد الإنجليزي للكرس القدر أخي بحس كل الكلام ده آه لازم نشوفه نقرأ نجعجعه نشوف ايه المتوافق مع الريكاف والبيفة ونحطه كل الكلام ده إن شاء الله إحنا شغالين عليه يعني إحنا بس بنذكر لأن كان في حرص مبكر إن إحنا نؤكد على إن هل كل الناس هتبقى أمام لجنة الانضباط سواسية وحصلت تأكيد ولكن النتائج آه يعني لا تتصرخ مع المقدمة سمعت يا سيد محمد تأكدات المسرشار الجليل سيد بنداري نعم طبعا المسرشار سيد بنداري قيمة قانونية كبيرة له واحترامه آه وتقديره وإحنا بنصق فيه بنصق في حياده آه في السبع أعضاء اللجنة ونأمل أن هذه اللجنة تضع الأمور في نصابها لأن الهدف الأساسي آه من هذه اللجان هي عودة الانضباط للملاعب الحرص على السلوك الرياضي الصحيح آه التصدي للتجاوزات لأن التجاوزات خطورتها في أنها بتصير الجماهير وبتصنع الفتن بين الجماهير في وقت إحنا ما حدش فينا محتاج هذا الكلام باتك إحنا نأمل أن اللجنة الآن أمامها شكوتين وغدا سنتقدم بشكوى جديدة آه لما تم تناوله بالأمس ببرنامج آآ آآ الزمالك اليوم لأن ما تم تناوله بالأمس آآ آآ في نوع من خدش لسمة العائلات وتناول الأعراض والخط في الأعراض ورمي محصنات آآ زكرا مبرح بالإسم آآ سيدة فاضلة شقيقة الكابتن محمود الخطيب أنا عايزة أوضح لحضرتك في عجالة هذه السيدة الفاضلة إنها سبعة وستين سنة آآ آآ خرجت على المعاش من آآ من سبع سنين وهي مديرة بإحدى كبرت الشركات المحترمة الوقورة وزفاد حفيدتها يوم الخميس القادم هذه السيدة الفاضلة المحترمة ويتم تناولها بإسلوب رخيص تضيع لقتها إن صح أن هناك خلاف رياضي ما علاقة آآ البيوت والأسر والعائلات بهذا الخلاف الرياضي إن وجد أنا شخصيا باعتذر لهذه السيدة الفاضلة لما بدر من رئيس نادي الزمالة في حقاعة والأمل حقيقة الواحد مش هستيقول إيه في اللي بيحصل دوات لأن الكلام ده في النهاية لا يصب في مفتاحة أحد وهذا الكلام بيصمع وتثنى وبيصمع احتقام لدى الجماهير في وقت إحنا مش محتاجين في الكلام ده في الحقيقة الشكوى الغد لأي جهة يا أستاذ محمد؟ غدا سنتقدم ببلغة لمعالي المستشار النائب العام آخرا شكوى جديدة لجمة الانضباط بوقائع الأمس وأمس الأول اللي تناول فيها الكابت المحمود الخطيب والعنيد محمد مرجان وحضرتك طبعا يا أستاذ إبراهيم في نفس المسألة ونأمل أن هذه الجهات إحنا بنضعها أمام مسؤولياتها وتتخذ ذا ما يرى ترى هذه الجهات مناسبا لضبط هذا الانفلات لأن هذا الكلام وهذه الأساليب مرضودة هيكون سيئة عرب المصري هو الحقيقة الخشية يعني أنت حضرتك ذكرت أن بتعمل احتقان لكن هناك أمور أيضا أضيف إلى هذا الأخطر هناك بتخلق ثقافة أنك أنت بقى إذا كان اللجوء إلى القانون مش هجيب لي حقي ثم تيجي ناخده بالدراعة وتتعالى الأصوات وتتعالى الضغوط في هذا الاتجاه وإحنا بنقاوم هذا الأمر لأنه شايفين النظرنا ومسؤوليتنا تجاه البلد وقيمة النادي الأهلي فإنك باستمرار بتسلك السلوك الحضاري حتى لو لم يتناسب مع ما تلقاه من تجاوزات فنرجو يا محمد بي أن يبقى فيه ملاحقة وملاحقة دقيقة ونتواصل باستمرار عشان نأكد للناس ثقاطنا في العدالة وثقاطنا في القانون وثقاطنا أنه لن يصحي اللي صحيح في النهاية قبل ما اختم مع حضرك يا بشمعاند تأكيدا لكلام سيادتك لن ننظلق لأي أمور مثيئة ولن ندخل في أي سلوكيات أو نستجرج هيئة مثيئة تتعارض مع موصل وقيم ومبادئ وأخلاق إحنا كلنا جميعا بنؤمن بيها وإحنا مهما طال الوقت إحنا ثقاطنا كبيرة في مؤسساتنا ثقاطنا كبيرة في خضاءنا وزي ما سبراهيم قال في البداية ما ضع حق وراءه مطالب وما ضع حق أيضا وراءه النادي الأهلي وإني النادي الأهلي ومجلس إدارته بقيادة الكابت المحمود الخطيب أنا عايز برضا أقول حاجة الكابت المحمود الخطيب ليس رمز رياضي مصري فقط الكابت المحمود الخطيب هو قيمة أخلاقية ورياضية مصرية وعربية وإفريقيا وسيظل دائما مرفوع الرأس مرفوع الرأس بسلوكه بأخلاقه بقيمته وكأحد رموز الدولة المصرية وجزء من القوة النعمة لوطنية الحديد مصر أستاذ محمد ده بالتأكيد لأنه كل حد عنده جزء ولو بسيط من الأخلاق من الاحترام لابد أن يكون مدين بالاعتذار لكابت المحمود الخطيب على أي حاجة تمسه بهذا الإسفاف وهذا التطاول المتكرر الحقيقة لكنه في النهاية يبقى الأسطورة محمود الخطيب القيمة عنده كل الجماهير الزمالكوية قبل الأهلوية الحقيقة لكن عايز أرجع مع حضاتك وانت بتتكلم على مذكرات جديدة للمعالي النائب العام الجمهور اللي بيسمعنا دلوقتي على لثانه طيب النائب العام هيحقق وهيبعت لمجلس النواب ومجلس النواب كما العادة اللي جرت رفض رفع الحصانة ومن ثم رفض المسؤول للتحقيق شوف أقول لحضرك مجلس النواب مؤسسة وطنية مصرية وإحنا بنصف ونحترم أبدالصور علي عبدالعيال حقيمة قانونية كبيرة وإن النواب المصريين في يوم الأيام إحنا خلاص داخلنا على انتخابات عشرين عشرين هيجي مواطن يسأل النائب ماذا فعل مجلس النواب في رمز وشخصية مصرية كان يسألها على مرأة ومسمع من الملايين النواب لازم يكون عندهم إجابة أعتقد أن إرساء دولة سياسة القانون دي مسألة مهمة جدا والله أنت إخطاء حقوق الناس بالقانون دي مسألة مهمة جدا أستأذنك أنت أرض بمجلس النواب أن يصبر غطى أو حماية لما يحدث من خط الأعراض واخدش سمعة العائلات والتطول على الناس لأن دي مسألة تنال من صينة الدولة المصرية ومن مؤسسات الدولة المصرية أنت جيت على النقطة المهمة جدا لحقيقة أستاذ محمد على ذكر فكرة أنه ما فيش حد فوق القانون والسادة الأجلاء أعضاء مجلس النواب منحوا هذه الحصانة علشان تديهم الحق في مواجهة السلطة التنفيذية تحت القبة مش في مواجهة الشارع ولا مواجهة الناس ولا القفز فوق القانون نفسه ده يذكرنا بموقف تاريخي لرئيس مجلس الأمة الكويت الأستاذ مرزوق الغانم اللي فيه مواطنة كويتية اختصمته فشوف الراجل وعظمته وعظمت إيمانه بالقيمة الحقيقية للديمقراطية والمعنى الحصانة وقف مرزوق الغانم في مجلس الأمة الكويتي عشان يدي درس لكل المؤمنين بالحرية وكل المدركين لقيمة حصانة عضو مجلس النواب عشان يطلب رفع الحصانة عن نفسه نسمعه لأن الحقيقة ده أنا درس جبير لخ الرئيس الأخوة الأفاضل الزملاء بدأنا الفصل التشريعي بقسم عظيم أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وأن أحترم الدستورة وقوانين الدولة والدستورية نصف المادة 166 منه على أن حق التغاضي مكفول للناس وهذا مبدع عام في هذه القضية تحديداً الشاكية أو المدعي الأخت صفاء الهاشم هي تعتقد بأنه تم الإساءة لها أو أخطأت بحقها وهذا حقها واللجوء للقضاء حق دستوري أصيل لها أنا المدعي عليه أعتقد بأنني لم أخطئ وأعتقد بيان بس أخوي مرزوق أنت موافق على التغرير ولا مموافق أنا مموافق على التغرير غير موافق غير موافق على التغرير لكن يتكلم في البداية قبل لا يتكلمون متحدثين لأنه قد يكفي هذا الكلام الجميع أنا الحديث أنا أعتقد باختصار وببساطة لخل الرئيس أطلب من أخواني وزملائي النواب بل أترجاهم أن ترفع الحصانة عني وأن نمكن الأخت صفاء من اللجوء للقضاء إيه تروح للقضاء وتقول كلمتها وأنا أروح للقضاء وأقول كلمتي والكلمة والقول الفصل لقضاءنا الشامخ ليش أخاف من القضاء هو الأسلوب المتحضر في كل الدول الديمقراطية وبعدين اللجوء للقضاء ما هو عيد وحق أنا حقيقة أخواني وأعزاء النواب فعلا يعني أطلب منكم وأترجاكم أن ترفعوا عني الحصانة لأني من 2006 حتى اليوم لم أتمترس وراء الحصانة النيابية في كل القضايا كلام نتطفق معا كلنا تابعت يا أستاذ محمد ليش نخاف من القضاء طبعا طبعا أستاذ إبراهيم ده موقف شجاع موقف محترم من نائب محترم بيحترم نفسه وبيحترم المؤسسة التشريعية التي ينتمي إليها والأكتر من ده أنه بيحترم وبيجل القضاء لأن هذا الكلام هو اللي بيجس سفة الناس في القضاء أن تبتع في القضاء قيمة أن الناس بتبقى وحقة في القضاء وبتعطي للناس قيمة في دولة سيادة القانون أن القانون هو اللي بيحمي حقوق الناس وأنه لا أحد فوق القانون ده موقف رائع وعظيم ومحترم وبعدين عايز أقول لحضراتك حاجة ما فيش حصانة بتدوم للأبب للأبب آسف الحصانة في وقت ما بتزول وإحنا خلاص هذا المجلس بتنتهي دورته في شهر يوليو عشرين آآ القادم آآ وساعتها هيبقى ما فيش نائب عندنا حتى تجرى آآ انتخابات ثم آآ الأمر الثاني الاحتماق بالحصانة آآ في ارتكاب دراهم دي مسألة يعني أنا تقديري أنها مسألة يعني لا أخلطية ومسألة مش مقبولة لأن الحصانة مقررة لما يجدين لحماية النائب في عمله وأداءه البرلماني البرلماني فقط لا يمتص لغيره مد الحصانة لأمور أخرى ده في نوع من خلط الأوعاء وأعتقد أن الصورة هي صورة موسيقى للأسفة الشديدة هو الراجل أنهى مكلمته ليش نخاف من الخضاء شكرا لأستاذ محمد عصمان المحامي المستشار القانوني للنادي الأهلي شكرا جزيلا لك